السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم في فيديو جديد اليوم نتكلم عن موضوع مهم في البلمونولوجي في الجهاز التنفسي وأيضا في جراحة الجهاز التنفسي الموضوع هو البلورال أفيوجن نقصد بالبلورال أفيوجن هو تجمع السوائل حول الرئة طبعا هنا نقطة مهمة خلي بس نرجع للأناتومي هذه أدناء الرئتين حول الرئة باللون الأسود هذه هناك غشاء اسمه فيسيرال بلورا وعدنا باللون الأزرق هذا غشاء آخر يحيط بالرئتين اسمه برايتال بلورا بين هذه الغشائين الأسود والأزرق يوجد سائل مصلي عبارة عن ماء وأملاح في هذه المنطقة طبعا هذا الspace نسميه لبلورال space هذا الspace مثل ما قلت لكم يحتوي على كمية قليلة من السوائل تساعد أن الرئة لما تتوسع تمنع احتكاك الرئة فنوع من أنواع السوائل موجودة حول الرئة البلورال effusion نقصد بأن هذا الspace اللي يحتوي على كمية قليلة من السوائل ممكن يبدأ يحتوي على كميات كبيرة من السوائل فبهذه الحالة شنسميه نسميه البلورال effusion فالبلورال effusion كتعريف هو تجمع السوائل في البلورال space وبذلك هذه السوائل ممكن يتعيق حركة الرئة ويجي المريض يشتكي للمستشفى من مشاكل ضيق التنفس بصعوبة في حركة الرئة في صعوبة في أخذ النفس وطرح النفس فبشكل عام البلورال effusion هي السوائل حول الرئة أكو مصطلح يخربطون بطلاب أحيانا اللي هو البلموناري أديمة البلموناري أديمة هو تجمع السوائل داخل الرئة بين الحويصلات الهوائية والبرانكيمة لخلايا الرئة أما البلورال effusion هو تجمع السوائل حول الرئة طبعا العلاج مالتها يختلف تماما فإذا السوائل تجمعت داخل الرئة فبهذه الحالة نقدر ننطي مدررات حتى الإنسان يتخلص من هذه السوائل أما إذا السوائل تجمعت حول الرئة فنقدر ننطي مدررات بس يبقى الحل الأمثل هو الثوراكوسينفيسيز اللي هو عبارة عن نزح لهذه السوائل فبشكل عام اتعرفنا الآن ما هو البلورال effusion هو تجمع للسوائل في طبقة البلورال سبيس اللي واقع بين الأسود والأزرق اللي هو الفاسيرل والبارايتل طبعا لدي استيجاته هواية بس ما أدخل بتفاصيل حاليا مقدر ما أريد أتكلم عن الأسباب والأنواع وممكن في فيديو آخر أتكلم عن العلاج عن الاستيجات الأكسري الخاص بيها يعني بس الآن اليوم نركز بشكل عام على الأسباب طبعا قبل ما أتكلم عن الأسباب هناك نقطة مهمة اللي هي الـ types الأنواع الأنواع لازم نعرف أنه عندنا نوعا نوعا من الـ plural effusion النوع الأول نسميه transudative وعدنا النوع آخر اللي هو الـ exudative شنو نقصد بيها؟ transudative نقصد بيها أنه السوائل اللي جمعت في منطقة البلورا ما هي إلا عبارة عن سوال وأملاح أما الـ exudative فنقصد بيها أنه السوائل اللي جمعت حول الرئة في منطقة البلورال سبيس تحتو على الـ exudative اللي هو احتمال بروتينات احتمال خلايا ميتة احتمال باس قيح فإذن transudative معناها بس سوائل فقط سوائل متجمعة حول الرئة exudative معناها أمور غير السوائل بروتينات كريات دم بيضاء قيح باس دم ممكن هذا نسميه exudative فهذا فقط water بشكل عام water أما هنا يحتوي على الـ exudate اللي هو ممكن يكون ممكن يكون white blood cell ميتة ممكن يكون pass ممكن يكون red blood cell أمور كثيرة ممكن تتجمع في منطقة البلورا فجدا مهم نفرق بين transudative والـ oxidative واحد راح يقولي طيب هل شو راح نقدر نفرق ما يقوله مريض يجي نسويه لـ xray نشوف سوائل راح نقول لي أنت عندك transudative أو exudative أكيد لا عن طريق الـ xray أو عن طريق أنه نفحص المريض أكيد ما راح نعرف بس شنون راح نعرف لما ننسوي عملية النزح لما نأخذ نزح من هذه السوائل نرسلها للمختبر راح تجينا النتيجة يأما السوائل هذي transudative أو exudative واحد راح يقول لي طيب شنون راح نعرف ما أقول المختبر راح يكتب لك transudative أو exudative لا أكيد لا المختبر راح ينطينه بعض النقاط الأساسية اللي من خلالها راح نقدر نتعرف اللي هي LDH Lactic Dehydrogenase وأيضا أدنى البروتينز فمن خلال قيمة LDH والبروتينز بإمكاننا نعرف هل هذا النوع هو transudative أو exudative إذا كان الLDH أقل من ميتين أقل من ميتين international unit على الملي الواحد فبهذه الحالة إذا كان الLDH اللي هو عبارة عن مركب ينتج من الخلايا يسمون لك تقضي هيدروجينيز فإذا كان الLDH قليل أقل من ميتين international unit فنقدر نعتبرها أنه هو من transudate أما إذا كان أكثر من ميتين international unit بالمللتر الواحد فنقدر نعرف أنه هذا على الأكثر عنده exudate بالإضافة إلى ذلك من البروتينات إذا كانت كمية البروتين الموجودة بالexudate طبعا هنا أنا رح نسوي شغلة يسموها ratio خلي بس أمسح هذا البروتين رح نسوي مقارنة بين البروتينات الموجودة هنا ويدم إحنا نعرف أنه بالدم البروتينز البروتينز بالدم حدود السبعة إلى ثمانية ميليغرام في الديسي لتر الواحد تقريبا البروتينات بهالحدود اللي رح نسوي أنه رح نقارن بين البروتينز اللي بالإفيوجن إحنا مو رح نأخذ الإفيوجن رح نشوف البروتينات اللي به ونقارنها اللي بالسيرم اللي هي بالدم نقارنها فإذا شفنا أنه قسمنا الإفيوجن البروتينات الموجودة بالإفيوجن على البروتينات الموجودة بالسيرم اللي هو بالدم نقصد بيها وطلعت النتيجة أقل من صفر فاصلة خمسة فهذه دلالة على أنه عدنا ترانسوديتف وإذا طلعت أكثر من صفر فاصلة خمسة فهذه معناها إكسوديتف وواحد رح يقول لي شوية دخط صعبة الأمور شوفوا كالآتي إحنا عدنا بروتينات داخل الإفيوجن كميات قليلة جداً بالحالة الطبيعية وعدنا بروتين بالدم فإذا أخذنا البروتين الموجود بالإفيوجن وقسمنا على البروتين الموجود بالدم وطلعتنا النسبة أقل من خمسة فمعناها أنه ترانسوديتف دلالة على أنه تذكرون بالرياضيات كلما هنا الرقم صار أعلى الإفيوجن أعلى فهذه الأعلى وجود بروتينات أكثر كلما هذا الرقم أقل فالنسبة رح يصير أقل فهنا النسبة أقل من 0.5 دلالة على أن الإفيوجن يحتوي على كمية قليلة من البروتينات أما هنا النسبة أكثر من 0.5 دلالة على أن الإفيوجن يحتوي على كمية كبيرة من البروتينات فمن خلال طبعاً هذه التحاليل المهمة بس أموماً أحياناً لما نأخذ ثراكوسينتيسي السوائل من هذه المنطقة وشفناها مبينة يعني غير شفافة صفرة اللون أو حمرة فهي دلالة سريعة تنطيق أنه أكسوديت بس تبقى أحيان تتشوش الأمور علينا فنحتاج أن نرسل المعلومات أو التحليل للمختبر والمختبر يقول لنا إذا الـ LDH عفواً إذا الـ LDH أقل من 200 فهذا ترانسوديتف وإذا أكثر من 200 فهذا أكسوديتف وأيضاً عن طريق معرفة النسبة بين الإفيوجن والسيروم بالنسبة للبروتينات فنقدر نعرف هل هو من نوع الترانسوديتف أو الإكسوديتف واحد رح يسألني طيب إحنا فرقنا بين الترانسوديتف والإكسوديتف خلي نفرض أنه شخصت المريض عنده ترانسوديتف شو الأسباب اللي ممكن تخلي السوائل تتجمع بالـ Plural Space وتأدينا إلى مشكلة الترانسوديتف الأسباب كالآتي ممكن المريض عنده مشاكل القلب تأدينا إلى ترانسوديتف ممكن يكون المريض عنده تليف أو تشمع بالكبد ممكن المريض يكون عنده قلة بالألبيومين ممكن يكون عنده المريض فهذه هي أهم الأسباب اللي ممكن تخلي إنه المريض يصير عنده مشاكل ممكن أيضا نضيف لها نفروتك سندروم واحد رح يسأل يقولي طيب أنا أريد أعرف ليش هذه الأسباب ممكن تؤدي إلى ترانسوديتف شوفوا خلي هنا أنا أشير لكم الليفر سيروسيز والهايبو ألبيومينيميا والنفروتك سندروم كلها رح تأدي إلى قلة البروتينات بالجسم البروتينات لما نتقل بالجسم البروتينات تحتوي على شحنة سالبة البروتينات لما تكون موجودة بجسم الإنسان رح تحافظ على السوائل داخل الشرعين أما لما الإنسان تقل عند البروتينات يعني خلي أشرح لكم إياه هنا شوية تكون أمور واضحة خلي نفرض هنا هنا عندنا بروتين سالب الشحنة لما عندنا كمية كافية من البروتينات داخل الشرعين فالسوائل دائما رح تضل وان موجودة داخل الشرعين خلي نفرض إنسان قلت عند البروتينات بسبب ليفر سيروسيز هايبو ألبيومينيميا أو نفروتك سندروم هذا هنا نفروتك سندروم فماكو بروتينات غير موجودة بالدم فالسوائل تبدي تخرج خارج الشرعين لأن البروتينات تمسك السوائل إذا ما عندنا بروتينات السوائل تبدي تخرج فممكن تكون مشاكل وتسوي بلورال فيوجين فهذا نفروتك ليفر سيروسيز هايبو ألبيوميني كلهم يشتركون بقلة بالبروتينات أما الـ CHF هذا الـ CHF هذا المشاكل بالقلب فهذا الشرح مالتك الآتي أن السوائل اللي بالرئة نحن نعرف أن الجزء الأيسر من الرئة يستلم من الرئتين فإذا الرئتين تريد ترجع السوائل للجزء الأيسر من القلب والجزء الأيسر فاشل غير قادر أن يستلم هذه السوائل فالسوائل ممكن تتجمع بالرئة وبعدين ممكن تتجمع حول الرئة فالـ Congestive Hard Failure يصير زيادة بالضغط داخل الرئة سوائل بالرئة تزداد ضغطها لأنه لا تقدر ترجع للقلب وبذلك تأدي إلى Trans-Sedative فهذه هي الأسباب الأربعة الأساسية اللي ممكن تخلي للمريض يصير عنده Trans-Sedative Effusion أما الإكسوديت شون المشاكل اللي ممكن تخلي السوائل تتجمع حول الرئة ويصير بيها إكسوديت يعني أنه مو فقط مشاكل ويها أخرى مثل ما قلت لكم بروتينات عالية قايح دم ممكن هؤلاء مشاكل أولا ممكن الإنفكشن مثل النيمونية التبركولوسيز هذه كلها مشاكل ممكن تؤدي إلى Trans-Sedative بالإضافة إلى ذلك ممكن الكنسر الكنسر ممكن واحد عنده كنسر بالرئة هذا الكنسر راح يؤدي إلى تدمير خلايا يؤدي إلى أنه المناعة تتهيج فهو مشاكل فممكن يصير عند المريض أيضا فالإنفكشن مثل النيمونية هواية مشاكل هواية أنواع من النيمونية عندنا بالإضافة إلى ذلك ممكن المريض يصير عنده كنسر ممكن بالإضافة إلى ذلك البلمونري إمبوليزم بلمونري إمبوليزم ممكن يسوي هذه المشكلة مع أن البلمونري إمبوليزم أحيانا يسوي Trans-Sedative وأحيانا يسوي Ex-Sedative مثال آخر أيضا بلورايتس هذه المنطقة من تلتهب هذا الأزرق والأحمر من يلتهب بلورايتس يسموها ممكن أيضا المريض يصير عنده Ex-Sedative بلورايتس بلورايتس ممكن أيضا يصير عنده مشاكل فعموما إمفكشن نيمونية تبركولوسيس كنسر بلمونري إمبوليزم بلورايتس كل هذه ممكن تؤدي إلى تجمع للسواء حول الرئيق وبذلك يصير عند المريض Ex-Sedative فإذن قد نوع من نوع Plural Infusion Trans-Sedative Ex-Sedative Trans-Sedative سواء الفقط يعني بشكل عام سواء الأكثر Ex-Sedative قيح بروتينات خلايا أكثر شلون نفرق بيناتها عن طريق LDH والنسبة للإفيوجين والسيروم وشنو الأسباب هذي أسباب Trans-Sedative وهذي أسباب Ex-Sedative أكو غيرها أسباب بس هذه نظرة عامة على الموضوع أتمنى أن تكونوا استفادية وألقاكم في فيديو آخر مع السلامة ترجمة نانسي قنقر